أنا آسف بمناسبة الصفر جملته طبعاً الأشهر وهو هناك بيقول وجدته هنا إسلاماً بلا مسلمين وفي ديار الإسلام وجدته مسلمين بلا إسلام يعني واضح أنه كان يعني في قلبي غصة من العالم الإسلامي وقتها أو من أحوال المجتمعات وقتها الحقيقة إن إحنا بحثنا في كل الجرائد وفي كل الكتابات الموثقة وفي كل كتب الشيخ وفي كل ما نقل عنه لم نجد هذه العبارة مش منسوبة إليه خلص؟ إطلاق النهائي البتة وده من الحاجات اللي كويس إن أنت أثرتها لأنه يحكي عنه أشياء غريبة عجيبة لكن إحنا وثقنا كل ما صدر من الإمام محمد عبده ولم تكن فيه إطلاقاً هذه العبارة ويبدو أنها لأحد غيره أصلاً جملة شهيرة ودائماً تقارباً شهيرة ومتدولة وكل حاجة ولكن ده مما شاعر من الأحاديث الغير الصحيح يعني مش الإمام محمد عبده اللي قالها لما سابقاً لا مش الإمام محمد عبده شو خلكو إحد تالي أو إمام تالي لكن الإمام محمد عبده بحثنا عن هذه الكلمة يعني بحث تام واستقراء تام في كل المصادر والروايات وكذا إلى آخره فلم تكن فيه هذه العبارة فده يعني من الجيد إن إحنا نذكره في هذا البرنامج أشكر حضرتك على طبيع لبعض التصوير